تتوقع وزارة الصحة في البلاد بدء حملة التطعيم للأطفال نهاية الشهر المقبل حيث تنتظر موافقة شركة الغذاء والدواء الأمريكية لتطعيم الأطفال من عام 12 وحتى 16 على الرغم من عودة الطلاب إلى مدارسهم لكن تطعيم الأطفال واقياً أساسياً للحفاظ على مؤشر عدوى منخفض أكثر الحالات الموجودة اليوم هي موجودة في المدارس عند الولاد الصغار اللي ما طعموا أو هني نقلوها لأهلهن حتى يعني في الوقت الحاضر في أحد المدارس في بلدين في هالمدارس فيها كتير لمغار وبلد اسمها بردس حنة اللي في البلدين هدولة كل الوباء وفي بقعاتها كمان انتشر بعد ما كان فيه بالمدارس عند الولاد اللي ما طعموا لحد اليوم فمنشوف أنه الفيكتور لانتشار الفيروس اليوم هو الولاد اللي ما طعموش وهيك بعد وغير حتى جزء بسيط أو بنسبة كليلة المطاعمين وبنسبة عالية الغير مطاعمين كان الانتشار العدوى بين الأطفال سبباً رئيسياً في التردد للعودة للمدارس في الآوينة الأخيرة إلا أن حملة التطعيمات الواسعة التي سبقت فتح المدارس والجهاز التعليمي ساعدت في الحد من انتشار الوباء بين الأطفال والطلاب في المدارس واليوم بديت وزارة الصحة في الإعلان أو دعاية أكتر أن نظلنا نخافز على الكمامات وتباعد مترين وكل هاي الأشياء لأنه الكورونا مش ورانا بالرغم من أنه إحنا قطعنا شوط كبير في التحسن وفي محاربة جائحة الكورونا ونجحنا في محاربتها طبعاً بكوة التطعيم وبسبب التطعيم بشكل كبير فكل الدول العمالة بالطاعم اللي بشكل عالي عمال بخف عندها المرض وعندنا في البلاد بخف المرض بسبب التطعيم ولكن ممكن تيجي طفرة ممكن تيجي طفرة اللي هي مش حساسة للتطعيم وإنما التطعيم مش راح يساعدها كتير لهذه الطفرة فممكن سيجي طفرة كل شيء يرجع من الأول تشكل الطفرة الهندية قلقاً جديداً بعد بدء ازدياد الحالات المصابة بها في البلاد ليكون الططعيم ضرورياً في ظل استمرار ظهور الطفرات الجينية للفيروس حيث يؤكد الأطباء أن فيروس كورونا ما زال بيننا وعلينا الحذر مهماً خفض مؤشر العدوى